السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب وطالبات جريد 1 معكم السعبير خطاب نهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض يونت 4 أنا كنت عملت لكم فيديوهات في يونت 1 ويونت 2 ويونت 3 نهاردة ان شاء الله مع بعض في يونت 4 يونت 4 يا ولاد عنوانها ايه It's my first day إنه يوم ميلادي It's It ده ضمير لغير العاقل عشان اليوم ده غير عاقل وهنا دي اسمها يعني علامة بنختصر بيها حرف بنشيله ونحطها مكانه طب هنا شلنا حرف ايه الـS دي كلمة is يعني يكون الفعل يكون يبقى شلنا الـ I وحطنا مكانه العلامة دي يبقى it's it is My ماي خدناه في يونت 1 يعني محبه اتكلم عن حاجة تخصني حاجة بتاعتي انا اسمها ماي ملكي بداعي ماي بيرث التو والـ H هنا صوتهم س بيرث دي دي يعني يوم والـ A و الـ Y هنا بيتنسقوا A long A يبقى it's my بيرث دي إنه يوم ميلادي يوم ميلادي انا عيد ميلادي انا اهو يا ولاد عامنيني النهاردة ان شاء الله بيرث دي بارتي حفلة عيد ميلاد طيب لما نكون في عيد ميلاد يا شطار بنغني بنقول ايه برافو عليكم بنقول happy birthday to you happy happy يعني ايه يعني سعيد birthday عيد ميلاد يبقى happy birthday عيد ميلاد سعيد happy birthday to you happy birthday to you عيد ميلاد سعيد ليك يلا احنا عاملين لك عيد الميلاد النهاردة طيب عيد ميلادنا هناخد في اليونة ايه هناخد بقى النمبرز احنا كنا في يونة سري خدنا النمبرز الارقام نمبرز يعني ايه يا ولاد يعني الارقام نمبرز نمبرز ارقام دول خدناهم في يونة سري خدنا من وان لحد فايف طب تعالوا نشوف مين حبيبي اللي امتابع معايا وفاكر خدنا اول رقم قولنا ايه بقى او ان ايان او ان ايان او ان ايوان طيب كده اللي احنا حفظناهم unit 3 طيب تعالوا نشوف بقيهم S-I-X-6 S-E-V-E-N-7 S-E-V-E-N-7 E-I-G-H ما بتتنطقش T-E-A-T E-I-G-H ما بتتنطقش T-E-A-T يوجد J والH دولة صايلانت مش بيتنطقو E-I-G-H ما بتتنطقش T-E-A-T كده خدنا كل النومبرز من وان لحدتين طيب تعالوا نشوف النومبرز دول هنستخدمهم في إيه؟ لما يجي عشو الطار أسألك إحنا النهاردة عمنا لك عيد ميلاد طب عيد ميلادك الكام ده؟ عندك كم سنة؟ يعني إيه عندك كم سنة بالإنجليش؟ اسمها هاو 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 كم عمرك؟ كم عمرك؟ عندك كم سنة؟ وعلمة الاستفهام هاو 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 بقى رقم والفلسطوب عشان دي جملة لازم نحط اخيرة في فلسطوب ده كان سؤال حطنا دي جملة بنحط فلسطوب طيب يبقى من الاول خدنا النمبرز من ون لحد تن وخدنا سؤال معناها كم عمرك هتقول لي ايام وتشوف اي نمبر من دول او غير دول وتقول لي عندك كم سنة طيب بقى اليونت يا شطار هناخد اي بقى فيها هناخد حرف احنا نشوف من الكتاب بس احنا دلوقتي بنشرح كده هناخد حرف السي صوته ايه حرف السي قلنا ياولاد ده فونيكس الجزئية دي فونيكس يعني صوتيات صوتيات هناخد ايه جزء الفونيكس قلنا كل حرف هيكون ليه نيم وليه ساوند كل حرف له نيم يعني اسم وليه ساوند يعني صوت يبقى كل حرف له اسم وله صوت طيب حرف السي اسمه سي وصوته كه 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 يعني كأنه حرف الكي يبقى حرف السي اسمه سي وصوته كه 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 وممكن برضو يبقى صوته سي بس في حالة تانية هقولوك عليه لما نخلص يبقى حرف السي اسمه سي صوته كه 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 طب تعال نشوف كلمات يلا نقرأ كده مع بعض ك آ ر د كار د حرف الاي صوته ا بس لما يجي وراء ار بيتنطق ا كارد كارد يعني كارت كارد كارت اللي بنكتب فيه ونبعثه لحد مع بوكيل ورد كارد طيب كمان عندنا كلمة ك آ ك كيك كيك يعني الطرطة كيك طيب وبعدين عندنا الطرطة بنحط فيها ايه يوم عيد الميلاد برافو عليكم ك آ آ د كان د والإي د سايلانت مش بتتنطق اسمها ماجيك ايه بتتكذب بس مش بتتنطق كان د كان شمعة كان كان طيب واحنا بقى عايشين فين وعملين عيد الميلاد ده فين في مكان كده اسمه كايرو 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 يعني القاهرة يبقى دي الكلمات اللي بتبدأ بحرف الكاي حرف السي اللي صوته كا 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 كارد كارد كيك طرطة كان شمعة كايرو القاهرة يبقى حرف السي صاحبه حرف الايه بيجي وراء الايه طيب حرف السي بينطق س س س امتى بقى لما يجي بعده اي او واي او ايه كل الحروف اللي يغنوه ويقولوله حرف السي يونطق سي لما يجي بعدي اي او واي او ايه انت يا سي تونطق سي لما يجي بعديك اي او واي او ايه انت يا سي تونطق سي لما يجي بعديك اي او واي او ايه خلاص طيب يلا نحفظ مع بعض يا أولاد ك آ ر كار كار ك ك ك كاك ليه هنا الأي قلنا أ عشان بعده أر ليه هنا الأي قلنا أي عشان فيه ماجيك إي كاك والإي دي برضو مش بتتكتب مش بتتكتب بس كاك كاك كاندل كاندل شمعة كايرو كايرو القاهرة ولازم حرف السي بتاع كايرو ده نكتبه كابيتال عشان دي بلد البلاد لازم حرف أول حرف فيها يكون كابيتال يبقى كايرو القاهرة عاصمة مصر طيب تعالوا نشوفوا الحرف اللي بعده حرف الأو صوته إيه الأو يا أولاد صوته أه أه بس لما بيجي في أول الكلمة بيضمط زي ما هو يبقى صوته أو أو في أول الكلمة طيب تعالوا نشوف واحدة اسمها أمنية أمنية أو أمنية 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 كان معاها أويل أويل زيت فمامتها بتسألها بتقول لها هو الزد ده زيت إيه؟ قلت لها زيت أوليفز أوليفز قلت لها لأ أنا كنت عايزة أورينج أورينج أنا كنت عايزة برتقالة مش عايزة زيت زيتون يبقى أمنية أمنية يعني أمنية كان معاها أويل أويل يعني زيت مامتها سألتها ده زيت إيه؟ قالت لها أوليفز زيتون أوليفز قالت لها مامتها لأ أنا مش عايزة زيت زيتون أنا عايزة أورينج يعني برتقالة أورينج يبقى أمنية أويل أوليفز أوليفز أورينج أورينج برتقال طيب تعالوا نشوف يا شطار حرف الأو وحرف اللي سي طريقة صحيحة لكتابتهم لازم نكتب بخط جميل وكتابة صحيحة الحروف الكابتل كلها يا أولاد بتكون فوق السطر يعني هعمل السي كابتل كده فوق طيب والسي سمول محبوسة ما بين السطرين لازم كده طيب والأو كابتل فوق كده هو أو كده هون طلحوا كمان شوية والأو سمول محبوسة ما بين السطرين وإحنا كده كتبنا السي كابتل فوق السطر والسي سمول محبوسة ما بين السطرين والأو كابتل فوق السطر والأو سمول محبوسة ما بين السطرين شطار يا حلوين يلا نكمل عندنا كتاب الباهر اللي بنشتغل منه كل مرة موجود في كل الحاجات اللي انا قلتها لكم How old are you? Numbers وموجود في ايه كمان يا ميس موجود في تدريبات كتير جميلة جدا جدا وموجود في حرف السي اللي هو صوته ك وحرف الاو لصوته او في اول الكلمة وبعدين موجود اكسرسايزز كتير وهنقف لحد لسون سري حصة الجاي ان شاء الله هكمل لكم الكالرز ان شاء الله يلا ذكروا دول كويس وانتظروني الحصة الجاية اشوفكم الفيديو الجاي Good bye